سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ذات يوم فيجد سيدنا الإمام الحسن يبكي بكاء شديدا بكاء مرة فيسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء يا فاطمة لما يبكي الحسن بعيط ليه قالت له يا رسول الله إنه جائح يا خير خلق الله انظروا إلى رحمته بالطفل الجد يرحم الطفل والآن الآباء لا يرحمون الأطفال الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يرى الحسن يبكي النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يرى هذا المشهد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم شوف المشهد الغريب ده صلوا على سيدنا النبي عليه السلام مشهد في غاية الروعة والجمال تسمحوا أن أنقله إليكم أو تعالوا بنا نعيش به بأفئدة طاهرة زكية كأننا الآن نشهد هذا المشهد مع رسول الله الرسول يدخل والحسن جالس يبكي وفاطمة تأقف عن يمين النبي فينظر الحبيب إلى الحسن فيبكي الحسن فيقول النبي لفاطمة ما يبكيه قالت له يا رسول الله إنه جائع فيذهب الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم الرحمة الرحيمة والمنة العظيمة إلى شات فيقوم الحبيب صلى الله عليه وسلم على هذه الشاة فيحلبها الحبيب بيده صلى الله عليه وسلم ثم يأتي الحبيب يا سادة بقعر فيه لبن طبق فيه لبن إلى سيدنا من الحسن صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بهذا الطبق إلى سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه وصلى الله على جديم أجمعين فيأتي بالطبق وكان الإمام الحسين جالس نائم وسيدنا الإمام عليه نائم فاستيقظ الحسين في مشهد غريب الآن فأخذ الحسين يمسك بجلباب جده جعانه وكمان انظروا إلى عدالة الحبيب انظروا إلى عدالة الحبيب لم يفرق بين هذا وزاك ما يفعل الآباء ده هذا جد فما بالنا الآن بالآباء فإذ بسيدنا الإمام الحسن الحسين يمسك وجلباب النبي ويبكي هو أيضا بكاء شديدا أتدرون لماذا؟ يريد أن يشرب قبل الحسن وما زال النبي صلى الله عليه وسلم من عدالته صلى الله عليه وسلم يذهب ويعطي الطبق إلى سيدنا الحسن فتقول فاطمة يا رسول الله لما لم تعطي الحسين؟ قال لها يا فاطمة أنا وأنت والحسن والحسن والحسين وهذا النائم في منزلة واحدة أنا وأنت والحسن والحسين وهذا النائم في منزلة واحدة شوف منزلة سيدنا النبي في منزلة ولذلك قال القائل يا خمسة يقفى بها شر الأمور الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة فالإنسان دائما وأبدا يذكر هذا الموقف بل إن الملائكة تعاون أهل البيت سيدنا سيدنا سيدنا